إسرائيل قادرة على تدمير حماس يعني حتى الساعة معظم الخبراء يقولون بأنه إسرائيل بعيدة عن تحقيق أهدافها ولا بوادر حتى على تأثر أو هزيمة حماس أو انهيارها حتى لا تزال الرشقات الصاروخية تنطلق من داخل قطاع غزة الخسائر بالعشرات يوميا في صفوف الجيش الإسرائيلي ولم نتحدث بعد عن الآلاف من الجرحة وأصحاب الإعاقات الدائمة في صفوف الجيش كوني على ثقاء سوف يتم تدمير حماس هناك إجماع تام في إسرائيل على ذلك من الامين واليسار وجميع الأطراف أن لا بد من تدمير حماس ولا يمكن أن يقومون بحكم غزة مطر أخرى وسوف ندفع الثمن حتى وإن كان ثمنا غاليا ولكننا سنخلص غزة من حماس وبالتالي هناك إجماع قوي داخل إسرائيل وسوف ندفع أي ثمن مقابل تدمير حماس وتفكيك البنية العسكرية لحماس وتدمير قدرتها السياسية لحكم حماس وبالتالي فإن تدمير حماس هو مسألة وقت فقط حتى لو كان أيضا إذا كنتم قادرون على تحمل التكلفة من خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي لماذا عن المدنيين في صفوف أيضا الفلسطينيين إذا كنا نعتمد على النسبة التي حددها الجيش واحد من ثلاثة فلنتحدث فرضا أنه في خمسين ألف مقاتل من حركة حماس هل بالتالي إسرائيل ستقوم أيضا بقاتل مئة وخمسين ألفا من الفلسطينيين أعتقد أنه يمكنني أن أقوم بعقد قياس عندما قام المجتمع الدولي بشأن الحرب على داعش في سوريا والعراق كان هناك الموقف أنهم يقومون بالسيطرة على المناطق الحضرية وإتلاف الدول المناهدة لغاية أثوا ودمروا داعش بالطبع هناك أضرار جانبية بين المدنيين وهذه طبيعة أي حرب ولكن بالنسبة لسوريا وراق الآن أصبحوا أفضل بدون داعش وستكون غزة أفضل بدون حماس بدعني أسألك عن مسألة أخرى أشرت إليها الصحف الأمريكية في متعلق بأن إسرائيل بدأت بضخمية البحر داخل الأنفاق إن كان بإمكانك أن تؤكد هذا الخبر وفي هذا الإطار نسأل هنا هل تخلت إسرائيل عن ملف الأسرة بينما يتحدث البعض أنه في تشكيك حول وجود الأسرة أو استمرار بقاء هؤلاء داخل الأنفاق لا يمكنني أن أدخل في تفاصيل عسكرية على الملأ لأن ذلك سيكون قطع من جانبي وبالتالي لن أتدخل في الإجراءات التعموية والتكتيكية التي تتبعه إسرائيل ولكن إن سأكرر مرة أخرى على شاشات التلفاز سنقوم بتدمير حماس ولن نترك أحدا من أسرانا هناك لن نترك ولن نتخل عن أي جندي من جنود إسرائيل خلف خطوط العدو ولكن كيف؟ تابعنا منذ يومين هذه العملية العسكرية عندما قام مقاتل حماس باستدراج الجنود الإسرائيليين وبقت بالفشر وقتل فعليا الأسير الإسرائيلي كيف هو التصور هنا لتنفيذ هذه العملية؟ وهل لا تزال ربما الأمور بعيدة عن أي هدنة أو مفاوضات فيما تعلق بهذا الملف؟ حتى أكون عادلا إن السبب ليس فقط في القتال ولكن حماس هي من ترفز أن تلتزم بالتزاماتها كانت هناك قائمة وقد تم الاتفاق عليها وفقط عليها حماس وتم التفاوض عليها من قبل مصر والولايات المتحدة وقاطر ورفضت حماس الانتزام حتى النهاية وشعب غزة يدرك ذلك وقد لاحظوا ذلك أيضا إن الشعب غزة يعرفون من هو الذي بدأ هذه الحرب ومن الذي شن هذه الحرب كانت حماس وشعب غزة يعرف ذلك أن من يتحمل العب الإنساني فإنها حماس وبالتالي فإن الشعب غزة في موقف كارثي وضع كارثي وصعوبات منذ الجملة ولكن عليهم أن يجعل حماس تتحمل المسؤلية فهي من شنت هذه الحرب نحن الجميع عرف أن إسرائيل كانت ترد وتقوم برد فعل على ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر ترجمة نانسي قنقر